بالنسبة للأمراض الجنسية نحن نعرف أن يمكن أن تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي إما عن طريق الجنس المهبلي أو الشرجي أو الفموي هذه الأمراض مثل مرض الكلاميديا أو السيلان أو الزهري أو الهيربز أو فيروس الورم الحليمي البشري كل هذه ممكن أن تنتقل عن طريق العلاقات الجنسية وأيضاً ممكن تؤدي إلى قرح بالفم طبعاً بعضها ممكن علاجه بالمضادات الحيوية والبعض الآخر ممكن علاجه بالمضادات الفيروسية أو الأدوية المضادة للفيروسات لكن في بعضها ممكن يؤدي إلى مشاكل طويلة الأبد